اشتركوا في القناة مصاحفنا مطاهرة وبالمعنى مزينة بها الآيات بينة ونهدأها بحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم وأضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى أهله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رحم الراحمين أيها الإخوة الأكارم برنامج آيات بينات آيات بينات برنامج في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك نطل به عليكم بآية بينة من كتاب الله عز وجل نفهمها نأخذ من معينها ونتعلم من أحكامها حتى تكون قاعدة أخلاقية في سلوكنا وتعاملنا مع الناس اليوم نصلت الضوء على قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم كلام الله عز وجل هو خير الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه كلام الله عز وجل هذا الكلام هذه الدروس التي أمضينا شهر رمضان وإياكم في كل يوم نأخذ قاعدة قرآنية قاعدة قرآنية هي عبارة عن آية أو جزء من آية ثلاث أو أربع كلمات هذه يجب أن نحفظها لأنه كل حرف من القرآن الكريم نور نبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف كلام الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا كلام الله عز وجل هذا أقدس الكلام يجب أن نحفظ ولو الجزء اليسير منه وأن نتعلم هذه الأحكام النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه قد لا يرتقي الإنسان وأن يحفظ كل القرآن الكريم ولكن لو حفظنا أجزاء يسيرة وآيات قصيرة ربما يحصل لنا وتحصل لنا تلك الخيرية خيركم من تعلم القرآن وعلمه الله يجعلنا من أهل القرآن إن لله أهلين من الناس قالوا منهم يا رسول الله قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته يكتب لك هذا الأجر إذا قرأت القرآن الكريم كل ما قرأت ومع القراءة نريد فهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعلم الصحابة القرآن عشر آيات عشر آيات عشر آيات يحفظوها يفهموها يفقهوها ثم ينتقلوا إلى ما بعدها نريد أن نفهم القرآن الكريم اللي جميل أن نقرأ القرآن الكريم ولكن هل فقهت معناه كتاب أنسلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إنما الآية مثل التمر كلما مضغتها استخرجت حلاوتها القرآن الكريم هو حبل الله المتين حبل اللي بيننا وبين الله عز وجل أكثر من القرآن شو اللي بده يشفع عنا يوم القيامة يا بده يشفع لك الصيام وتدخل من باب الريان أو يشفع لك القرآن يقول يا رب حرمته المنام ألا الله يهني اللي قام ليالي رمضان صحيح ما أحسننا الروع المساجد ولكن هنيئا لمن قام ليالي رمضان وقرأ القرآن هذا القرآن الكريم يجب أن يكون بيننا وبينه وصل لا أن نصل إلى ما قال الله عز وجل حكاية على لسان نبيه وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا لماذا نهجور القرآن لماذا؟ لماذا هناك يعني الكثير من أبنائنا يجلسون على وسائل التواصل خمس ساعات وثمان ساعات قل له أرى قرآن سبحان الله وكأنك تعاقبه لك هذا كلام الله كلام الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يجب أن يكون هناك وصال بيننا وبين كتاب الله عز وجل كل ما قرأنا القرآن هدينا للتي هي أقوى يعني صار الزوج حياته أقوى مع زوجته مع أولاده أقوى مع شراكته أقوى مع جيرانه أقوى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الأقوى يعني الصراط المستقيم حتى علاقتك مع الله عز وجل تزداد النبي عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان كان يطيل يقرأ البقرة في ركعة وربما قرأ البقرة وآل عمران كان الصحابة ربما لا يرتقون إلى مستوى النبي عليه الصلاة والسلام في الوقوف ولكن كان أحدهم يقوم يقوم ليلة بآية آية يرددها لكثرة ما أدخلت على قلبه من المعاني يعني يقوم بآية ويرددها ويفقه معناها ثم يخر ساجدا بين يدي الله عز وجل يجب أن نرجع إلى القرآن الكريم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي أيها الإخوة الأكارم شهر رمضان شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان النبي عليه الصلاة والسلام كان له حال خاص تمنيت أن تكون هذه الحلقة في أول شهر رمضان حتى نغنمها ولكن نحن مع الخير ومع أيام الخير يجب أن نضع برنامج الآن في رمضان أن نكون بعد رمضان لأنه رمضان هو مدرسة لما بعده من الشهور أنه كل يوم نقرأ ولو جزء يسير من القرآن الكريم وأن نفقها المعاني حتى يكون بيننا وبين الله وصل واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرق وفي أشياء تعيننا على تدبر القرآن الكريم أول وحدة اليوم نقوم نتدبر أول وحدة أنه تقوم وتتوضى وتتوضى وتجلس جلستك لتدبر القرآن الكريم اثنين أن نترك العوالق ما هي العوالق؟ الهاتف ونترك كل هذه الأشياء لأنه إذا بديرنا الهاتف تجيك إشارة ومن صديق ما ستعرف تكمل اثنين أن نهيئ كتابة تفسير بإيش اعتمدنا على أي تفسير هل اعتمدنا على تفسير ابن كثير هناك التفسير الجامع الذي أصدره السيد وزير الأوقاف هو من أهم التفسير الذي يجمع التفسير القديمة والجديدة ولكن في قالب يفقهه أهل هذا العصر جيب التفسير الجامع مثلا التفسير سورة البقرة سورة الفاتحة سورة آل عمران اقرأ يعني تجد فيه الخير الكثير والكبير إن شاء الله تعالى اقرأ الآية ورددها اقرأ التفسير وردده مرة أخرى حتى تفقها المعنى يجب أن يكون هذا الأمر ضمن أولوياتنا في الحياة هلأ أولويات الإنسان هي الطعام والشراب وربما العمل يجب أن نضع كل يوم من نصف ساعة إلى ساعة من أجل أن نتدبر كتاب الله عز وجل شهر رمضان شهر القرآن وشهر الإقبال على الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن تكون حياتنا أقوم مع القرآن الكريم لأن القرآن الكريم رسائل من الله عز وجل لما منقرأ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يعني نتذكر الخشوع في الصلاة لما نذكر قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون نتذكر أن الإنسان يجب أن يكون متواضع في حياته هكذا تأتي الرسائل من الله عز وجل لعبده عندما يكون مع القرآن الكريم اللهم اجعل حياتنا أقوم اليوم أعيد على مسامعكم أهم المحاور الأساسية في هذه المحاضرة وقد سلطنا الضوء على قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه كلام الله ما في أجمل من كلام الله قراءة القرآن هي الكنز يعني يقال للإنسان يوم القيامة اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية تلوتها الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل الحي والميت سأل الله عز وجل أن يكون من المقبولين كان صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة القرآن وتلاوة القرآن عشر آيات عشر آيات ما من أن نكتر نقرأ كما قلت لكم التفاسير كثيرة من أهم التفاسير الموجودة الآن هو التفسير الجامع الذي أصدره السيد وزير الأوقاف يعني يحوي التفاسير القديمة والحديثة بقالب طيب مبارك يفقهه أهل هذا العصر يعني تقرأه تفقهه تفهمه يكون لك دافعا نحو الإقبال على الله عز وجل أهم أشياء تعينك على التدبر أن تتوضأ وضوءك للصلاة وأن تترك عوالق الدنيا الهاتف الضجيج الأولاد تجلس جلسة تدبر تكون وقد وضعت يعني الكتاب الذي تريد تقرأه تفهمه ترقى أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر